كبير في الاوساط الطبية بعد انتشار اعلانات لبعض كليات الطب الوهمية في مصر او خارجها اللي اعلنت عن القبول بمجموعة 50% النقابة العامة للطباء حذرت اولياء الامور والطلاب الحاصلين على شهادة السنوية العامة من الالتحاق بهذه الكليات الوهمية سواء داخل او خارج مصر وشددت على ان النقابة لن تعترف بخريجي هذه الكليات ولن تقبل قيدهم بسجلات هذه الكليات على كل حال يعني هذا الموضوع الحقيقي عمل مشكلة حقيقية لدى نقابة الاطباء والغضب تصاعد بين الاطباء وحذروا الحقيقي من خطورة قبول طلاب السنوية العامة اللي هم بيحصلوا على 50% انهم يدخلوا بعض كليات الطب الاجنبية في مصر او خارجها واعتقد ان دا بيتم في عدد من دول شرق وربا ودا بيخالف الحقيقة مبادئ تكافؤ الفرص والمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب على كل حال معنا الدكتور خالد امين الامين العام المساعد لنقابة الاطباء دكتور مساء الخير النقابة لها موقفها الحاسم الحقيقة مما ينشر من ان هناك كليات للطب تقبل بنسبة 50% اريد ان اسألك عن الاجراءات اللي اتخذتها نقابة الاطباء حتى الان للحيلونة ومنع هذا الالتحاق او الحصول على مؤهل من احدى كليات الطب وهو لم يحصل الا على اكتر من 50% في السنوية العامة دكتور خالد دكتور خالد معايا اهلا بيك اهلا بيك بأسألك عن الاجراءات التي ستتخذها نقابة الاطباء في مواجهة مسألة 50% والتحاق البعض بكليات طب سواء كانت وهمية او اجنبية اه الحقيقة احنا بدأنا ده بان احنا بنوعي الناس وبنوعي الاهالي بان يعني فيه بعض المكاتب دلوقتي خلان نقولوا ان فيه بعض الاعلانات وفيه بعض السنوية الحقيقة نعم تتزوج ليه كليات طب وهمية موجودة سواء كان نزح المصر او خارج مصر اه كليات دايما بتبقى عبارة عن كينات الحقيقة لا تنسلك الادوات الترابية الحقيقية ولا المناهج ولا تتزم معين معينة حاجات وحاجات بالشاكل ده مم وبنفاجئ دايما بالهجة دي وقت السنوية العامة طبعا ساعيا ورقى حلم لقب الدكتور فيه ناس جدا بتروح بتلحق اولادها وبتفاجئوا بعد كده بدعف المناهج وبدعف التدريب وحاجات بالشاكل ده وبنجي اه بعد كده الاولاد دول يتخرجوا وايجوا اه يطيادوا عن ناس من خارج طبعا فبننحق الموضوع من الاولاد دلوقتي وبنقول الناس خلوا بالكوا اه ان ده اه مش حايت برضو اه الخطاب بنوجهه للمسؤولين داخل مصر كانوا مسؤولين عن اصدار اه 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 ترخيص لكليات صب خاصة ان كلات صب من المهم جدا انها تكون بتمتلك مستشفيات خاصة بها لتدريب لان الطب هو دراسة عملية اكتر منه دراسة نظرية ومهم جدا ان الطبيب او الطالب يتضرب على اه المناهج العملية وبيشوف نظة وشوف حالات ويتكون مستشفى وبالزاد دلوقتي احنا غيرنا نظام الدراسة اللي بقت سنة الانتياز اللي هي سنة تدريب العمل بقت سنتين دلوقتي فطبعا اه اه في الفترة اللي فاتت احنا اه 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 وجدنا ان لأ فيه ترخيص جدا بتصدق ليه اه كليات طب خاصة بعضها حسب علمنا لا يمتلك مستشفيات اه للتدريب طبعا دي بالنسبة لنا ازمة كبيرة جدا اه ممكن تخرج اجيال من الاطباء الحقيقة اه 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 ما عندهمش القبرة الحقيقية ان هؤلاء يكونوا بنفس الكفاءة اللي تعاوزنا عليها في دي الماضي الشيء المهم كمان ان احنا بنفكر الناس وبنفكر الاطباؤنا بان احنا عندنا جمعية عمومية في الفين وتاعتاشر اه طلعت قرارات با اه بان احنا اه مش هنقدر ان احنا نقيد اه اطباء في اه اه في جلات الاطباء اه في المقابعة عندنا اذا كانوا اه لم يقوموا بدراسة المواد المواهلة في الصناعي العامة زي مواد الكيمياء والاحياء والحيات دي ولا اه حصلوا على مجميع اه اكثر من خمسة في المية من كل الحدود الدنيا اللي تعلم عنها اه الحكومة المصرية لقبول باكولات الطب الحكومية اه ده قرار ثلاثة الفين والساعتاشر وجمعية من العمومية هي الحقيقة هي اللي بتوجهنا ان نتحرك ازاي وتلزلنا بدوابط معينة عشان خاطر ان هي من نكون عندنا ضوابط المهنة ولكرق بسجلات نقاط الاطباء شكرا لك دكتور خالد امين الامين عامل مساعد لانقابة الاطباء في مصر